اشتركوا في القناة ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وخلال اللقاء شاد معالي رئيس مجلس النواب جهود وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات الحضارية وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والبرامج النوعية والمجتمعية والمبادرات والمشاريع الشاملة وبدعم من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في مؤسرة الجهود الوطنية لتعزيز النهج الإنساني والحقوقي في مملكة البحرين وثمن معاليه جهود وزارة الداخلية في تنفيذ أهداف الخطط الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا وحماية الشباب وتعزيز الشراكة المجتمعية مؤكلا معاليها الدعم النيابي للمنظومة الأمنية في مملكة البحرين وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس النواب ووزارة الداخلية مشيدا بما يتمتع به المجتمع البحريني من وعي وثقافة والتزام في تحقيق الشراكة المجتمعية من جهتها أشهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية بالتعاون البلاء مع مجلس النواب بما يدعم المسيرة الوطنية بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بضه الله الرعام ونوان إلى دعمه امتبعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراح بضه الله لإنفاذ التوجيهات الملكية السامية وإنجاح كافة البرامج والمبادرات التي تتبنىها الوزارات والجهات الحكومية في إطار العمل الحكومي لصالح الوطن والمواطنين أكد معاليه على الدول الذي يقوم به معالي رئيس مجلس النواب وأصحاب السعادة نائبة رئيس المجلس والأعضاء ودورهم في تعزيز الأمن المجتمعي مشيدا بمشاركتهم الإيجابية في دعم الجهود المبثولة الحفظ الأمني وصون المنجزات الوطنية في إطار المحافظة على التماسك المجتمعي والالتزام بالمسؤولية الوطنية مضيفا أن المجلس يعكس الروح الإيجابية والنهج الوطني الذي تسير عليه مملكة البحرين والقائم على تعزيز ثقافة السلام وإعلاء قيم التفاهم والحوار والتسامح الإنساني أشار إلى أن الأمن مسؤولية الجميع ويتطلب المحافظة على التماسك المجتمعي والالتزام بالمسؤولية الوطنية لافتا إلى همية الدول الذي يقوم به مجلس النواب لكونه شريكا رئيسا في العمل الوطني من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن